اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد ضيفتنا لهذه الفقرة بدأت منذ عدة سنوات من ماكينة الخياطة لتقدم ابداعاتها وتصاميمها الغير معتادة فهي تهوى وتعشق التصاميم والازياء الشرقية لتصبح مشهورة في هذا المجال ضيفتنا وضيفتكم لهذا اليوم وهي مصممة الأزياء الأزياء الشرقية تحديدا وهي الأستاذة آمال الشريف أستاذ مساكي أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك أهلا بك أنا في المقدمة قلت أنت بدأت علاقتك منذ عدة سنوات في ماكينة الخياطة وصفي للعلاقة دي بينك وبين ماكينة الخياطة بدأت علاقتي تعتبر منذ نعومة أضافري من الوالد أحفزها الله فهي يعني كانت خياطة وكنت أحب أنا أشوف هي أيش بتعمل بقايا لقميشها أقعد أسأعمل منها أوه ما شاء الله كنت تعمل إعادة تدوير كانت تأخذ بقايا لقميشها لا أنا هذه أنت كنت تعمل كذلك أي وأخذ بقايا لقميشها أقعد أعملها يعني أصممها على عروسة أشياء زي كده يعني أنت كنت تبدأ من يعني أنت عندك الحكاية دي وانت صغيرة أي وانت صغيرة وكنت تستخدم مكينة الخياطة لا طبعا ما كنت أستخدم متى بدأت تستخدميها؟ يعني عارفة حبي للخياطة حبي للخياطة موجود موجود لكن أنت بالدرجة الأولى بتعتبر نفسك مصممة ولا خياطة؟ لا مصممة أكثر مصممة أكثر أحب الأفكار يعني أطرحها أنا وممكن غير ينفذ يعني في الأشياء الكبيرة أو زي كده طب حكيني شوية يعني فيه كثير بنات يبغوا يعملوا مشاريع ويستقلوا بذاتهم وإلى آخره لكن في صعوبات حكيني أول شيء عن الصعوبات اللي أنت مريتي فيها من شجعك؟ من أول زبون كان لكي؟ كيف إحساسك لما بدأت أخذت أول أجر لكي؟ والله هو أول شيء التشجيع يبدأ من الأهل أول شيء التشجيع من الأهل من الأصدقاء من شجعك من الأهل؟ من شجعك من الأهل؟ والدتي زوجي زوجك شجعك؟ زوجي إلى الآن؟ إلى الآن طيب أوكي طيب ومين كان أول زبون لكي؟ كيف إحساسك لما استلمتي أول مبلغ؟ والله أول زباين كانوا الأهل بعدين الأصدقاء يعني واحد يشوف فتاني اللبس يعني يشوف ما شاء الله حلو هذا مال عملته زي كده يعني كل من الاسم يتواصل يعني يقولوا البعض يخبروا البعض يعني أنت بدأت تعمل زباين من العيلة من العيلة طب العيلة ده مو تقييم أنك أنت مثلا منتجاتك كانت ناشحة أو حلوة أو إلى آخر لا خلاص العيلة وخلاص الله العيلة وعيلت العيلة على ما يقولوا الأرحام استفدت منهم الأرحام زي كده كل من يعني يشوف شيء يعجبه بالذات هي مو مقتصرة على التراثية هي كده وكده أنت عندك فقط أكثر شيء تراثي ولا إيش تصاميم؟ لا في مختلف بس أنا حبي للأشياء التراثية أكثر يعني أنا أحب ألبسها وأحب أشوف أحد لابسها طيب إحنا ظاهر عندنا شوية صور لتصاميمك حكيني عن تصاميمك أنت عندك التراثي وإيش كمان عندك؟ عندي السهرات السوارية العادية بتتلبس إيو بس السوارية عندك السهراتي وعندك التراثي لكن أنت اللاين حقك أو أنت أساسك إيه؟ أنا اللاين في الوقت الحالي خاشة يعني داخله في الملابس التراثية ليه؟ أحبي لها يعني أحبك لها وفي حاجة تانية مش كمان ممكن عامل أخر يحق وكمان أيش أنه الشيء ما يطيح ما يموت يفضل إيش في تجدد؟ آه يعني التراث الأزياء التراثية عمرها ما تموت أي وتفضل في تجدد زي أنا أشياء الملابس ما تقول يعني تشوف اللبس اللي أنا لبسها يجمع جميع الحضارات ما تقدر يتحددي هذا تقول منطقة هذا من السعودية ولا هذا من أسبانيا ولا هذا يعني فيه أنت بتخلط الثقافات في القطعة؟ كيف؟ يعني بالألوان بالشكل؟ بالشكل بالشكل أدخل كده يعني أدخل كذا قطعة يعني أجمع بين المرأة في قطعة عندنا بالستوديو بغاك تحكينا عنها شوية ريت الكاميرات تيجي على القطعة هذه اللي إحنا عندنا الآن كحلي أورانج أصفر مجموعة خليط من الألوان جرأة في الألوان؟ بس على فكرة أحيانا الجرأة للألوان بتاعتي جاذبية للقطعة صح أو لا؟ حكيني عن هذه القطعة أحكيكي يعني شوفي هذه القطعة شام ليش الخرز هذه القطعة الخرز اللي في الوجه هذا ممكن تقولي من عسير ممكن تقولي من كشمير أوكي الخرز اللي هو في المربع يستخدموا يعني أهل الجنوب وفي نفس الوقت كمان اللي هم جهة الباكستان وزي كده آه يعني الهنود أي مع مع العرب مع خلط ثقافة شرقية عربية أوكي طيب إيوه بس الديزاين ده خليجي ولا هندي ولا تقولي تركي تقولي خليجي تقولي تقدري تحددي أنا ما أقدر أحدده ليش بس إنه أنا أقدر أحدده شرقي شرقي بالفعل هو شرقي يعني أنا كده شايفة حاجة شرقية أمامي مية بالمية لكن التراث أقدر أطول ده تراث إيه بصراحة يعني بيجي على بالي شوية تركي بيجي على بالي شوية هندي بعدين بيجي على بالي شوية خليجي أي طيب إيوه هو هذا طيب أنت بتجيبي من فين بتعتمدي الخامات حقتك بتجيبيها كيف الخامات أجيبها من السوق والقطع هذي يعني أجيبها من بره القطع هذي أجيبها من بره إيه هي القطع التي تكسبيًا؟ الي هي القطع الخرز هذي شغل يدوي كل يجي فيها من بره فاني هنا من كشمير آه بتروح الباكستان؟ لا أنا أنا أستنى لما يجي المعارض هنا فتيجي المعارض الركن الباكستاني والركن الكشميري فأخذ منهم بس بتلاحظي أنه في حركة هذه الأيام أنه أغلب المصاممات ساروا يتجهوا للأزياء خلط أو دمج الحضارات في اللبس الواحد يعني هذا بالتالي ما هيكون تميز صح ولا لا فبالتالي فيه جزئية لازم تتميزي فيها أشياء والله أنا أنا عن نفسي أشوف نفسي أنا متميزة في هذا بذوقك أنت ذوقك تحسي أنه مختلف عن الباقي لدرجة أنه لما أجي أنا يعني أحد يلبس هو لشيء زي كده شكلا كده ممكن ما يعجبك لكن لما تدرجة لا جميل والله فعلا أنا بطالع بقول اللي بتلبسه فيها بتجمع أنوثة وحشمة وذوقرا فيه يعني وبنفس الوقت تراث جميل طب ممكن الشريحة اللي تخدمها أي يعني هذه الفساتين والأشياء دين جميع يعني الشريحة النسائية طبعا هتكون أكيد يعني بو رجالية بس يعني أكسد الكبار الأعمار لا أكتر شيء متوسط العمر متوسط العمر متوسط العمر أربعينات يعني تقصدي لا في الثلاثينات يعني شباب ثلاثينات متوسط العمر حرم عليكي أنا أشوف كده طيب أوكي يعني فئة الكبار بالسن أنت ما بتحاول أنك تمش تعمل لهم لاين خاص لا لا في لهم لاين ماشي بيه لكن أنا بتكلم عن الفستان هذا ففي لاين، تشوفيه في العرض إن شاء الله في عندي عدة صور من زباينك أكثر شيء طيب؟ أكثر شيء العرائس ما معنى؟ يعني في الغمر آآ أنت بتعملي أشياء للغمر أكثر شيء طيب أنت الآن فاين بتعملي شغلك أخت عمال؟ الآن في البيت من المنزل طيب وإش بتخطط المستقبل؟ لا أنا الحمد لله ربي يعني الله الحمد يعني الحمد لله الحمد بداية مشروعي اللي هو مشغل إن شاء الله تيرتر فمن هنا إن شاء الله بإذن الله والله ربنا يوفقك إن شاء الله وبعدين بنفس الوقت يعني يبغى لك تحاضي على توازنك وسط هذه يعني في منافسة شديدة في السوق تتفقي معي؟ أي وفي طيب أوكي بتحسي أن المنافسة هذه ممكن توصل للمرحلة إن هي تطلعك أو ترجعك إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله القدام إن شاء الله أنا أشوف نفسي يعني أنه أنا عندي أشياء كثيرة يعني بتطلع كل ما هذا والحمد لله يعني شايف فيه قبال علي وفي يعني زوجي فيه وكيف بتسوق لنفسك؟ أه برضو أرجع للأصدقاء والأهل وبرضو عبر التسويق الإلكتروني ما دسك وتبقى لك تستعيني مواقع التواصل اجتماعي؟ أي وتسوق الإلكتروني لا جميل ربنا يوفقك إن شاء الله وتستاهل كل الخير ويعني استمر بخطك إن شاء الله بإذن الله أي شيء يحبب فيه آخر حاجة؟ بإذن الله شكراً ويعطيك ألف عفل شكراً أهلاً إذن مشاهدين كرام بعد هذه الفقرة ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمر ولكن بعد هذا الفصل قصير خليكم معنا مجلة سيدتي لكل إمرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها سيدتي عالمك في مجلة لسيدتي بعد الفاصل مهرات بالعكس يعرض إبداعات طالبات الهندسة ترجمة نانسي قنقر